موجز الأهم الأنباء معها لو نرجع تاني نستكمل كلامنا تفضل ياهيل شكرا منا التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز المكاون التكنولوجي في العمل الأهلي بشكل عام وزيادة التدريب المقدم للكوادر ذات الصلة فضلا عن تيسير وإتاحة التكنولوجيا لمنظمات المجتمع المدني جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي باستعراض تحسين جودة حياة كبار السن وخلال الاجتماع اطلع الرئيس السيسي على الخدمات الاجتماعية والتأمينية والصحية المقدمة لهم وقد وجه الرئيس السيسي بمواصلة الاهتمام ببرامج رعاية كبار السن وتطويرها وتجميع الموازنات المخصصة للمزايا والخدمات التي تخصهم موجها بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لدعم صندوق كبار السن كما وجه الرئيس السيسي بتحديث وتطوير النظم المعلوماتية والتكنولوجية لبنك ناصر أفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصادر فلسطينية وإسرائيلية باستشهاد أسير فلسطيني يبلغ من العمر 23 عاما في أحد السجون الإسرائيلية ما يرفع عدد الأسرى الفلسطينيين الذين استشهدوا في السجون الإسرائيلية منذ بدء العدوان على غزة إلى سبعة وأوضحت كل من هيئة شؤون الأسرى والمحرارين ونادي الأسير الفلسطيني أن إدارة سجون الاحتلال نفذت عملية اختيال بحق الأسير عبد الرحمن باسم من نابلس في سجن مجدو استشهد وأصيب فلسطينيين بينهم أطفال ونساء مع تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثامن والثمانين وشهدت مناطق مختلفة من القطاع سلسلة غارات بالطائرات الحربية والمسيرة وقصفا مدفعيا إسرائيليا ألحق أضرارا هائلة كما شهد شمال مخيم المغازي وسط القطاع قصفا مدفعيا إسرائيليا وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية قذائفها بكثافة باتجاه المحافظة الوسطى في قطاع غزة استشهد أربع شبان فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عزون شرقي قلقيلية بالدفة الغربية المحتلة وأوضحت مصادر أمنية فلسطينية بأن الشبان الأربعة استشهدوا خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال أدت أيضا إلى إصابة جندي عقب اقتحام الاحتلال البلدة وإطلاقه الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين يأتي ذلك فيما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها ما أصفر عن إصابة شخص نقلت وكالة الأنباء السورية عن بيان للجيش السوري أن هجوما جويا إسرائيليا وقع في الساعات الأولى من اليوم من اتجاه هضبة الجولان المحتلة وأضاف البيان أن الهجوم استهدف عددا من النقاط في ريف دمشق وتسبب في بعض الأضرار المادية أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها رصدت عددا من الصواريخ المتجهة نحو كييف وذلك بعد رفعها حالة التأهب الجوي والتحذير من وجود تهديدات بضربات صاروخية روسية وأفادت القوات الجوية في وقت سابق أن روسيا أطلقت ما مجموعه 35 طائرة مسيرة هجومية على أوكرانيا في الساعات الأولى من الصباح وأن أنظمة الدفاع الجوي دمرتها جميعا إلى هذا قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلانسكي إن روسيا ما زالت تعاني خسائر فادحة في ساحة المعركة وأشار زيلانسكي إلا أنه لا توجد علامات حقيقية على اهتمام روسيا بالسلام وأن أي مؤشر على رغبتها في إجراء محادثات يدل على نفاذ الأسلحة والجنود منها قررت الحكومة النرويجية السماحة ببيع أسلحة ومعدات دفاعية محلية الصنع إلى القوات المسلحة الأوكرانية وأوضحت الحكومة النرويجية نو في ظل الوضع الأمني الاستثنائي الناجم عن العملية العسكرية الروسية يصبح من المهم أن تواصل النرويج دعم أوكرانيا مضيفة أن دعم كياف مهم للأمن النرويجي والأوروبي أعلنت السلطات اليابانية ارتفاع عدد ضحايا الزلزال والهزات الأرضية القوية التي ضربت مناطق عدة وسط البلاد إلى 30 شخصا على الأقل بينما أصيب 14 شخصا بجروح بالغة يأتي ذلك فيما أوضحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن وسط البلاد تعرض لـ 155 زلزالا خلال الـ 24 ساعة الماضية انتهى موجز التاسعة وعود مرة أخرى لمصطفى ومنا ومتابعة فقرة صباح الخير يوم أصر شكرا نيك يا أهلا